محمد شريف تاني على فكرة ويدم مروان محسن يعني هيدي محمد شريف من بداية كمان النهاردة. تمام. لان هو اخذ المباراة اللي فاتت وكالتا ما اعتقدش ان هو يسرف هيرجعه تاني. لا يكمل وعندك حمودي وعندك ميدو جبر موجودين. مفيش مشكلة في حتة دي. عارف كابتن علاء وحنا بتكلم في السكاوتينج والاحصائيات. هل تتخيل ان محمد شريف سالس اكثر اللاعبين عمل اسست في الاهلي على مدار الموسم رغم ان عدد مشاركاته في المباريات لم تتعدى حوالي عشرة مباراة. دي حقيقة. طيب ده مواشر حلو يا فكرة. لعيب كرة لعيب كرة فعالة. انا فكرة محمد شريف من. لعيب جاي. اه. وكت كلمت عليه من من شهر. ان هو دايما محمد حتى لو بيلعب فترات في مباراة. لكن تحس ان هو عايز يلعب. عايز يبقى موجود. هو دي هو دي اللي انت عايزه في لعيبة النادي الاهلي. مش لازم يلعب كم مباراة كتير قوي عش اقولها كويس. لا. ممكن دقيقة معدودة تقول لا. انا مقدرش استغنع محمد شريف. فرصة زي انا بقول لك انا. عشان كده انت بتكلمني. بقول لك انا مش قلقان مباراة الجمعة. المجموعة اللي موجودة اللي هي القليلة. يعني اه. الجبارية دي. في العدد كمان. لا. كل واحد هيبقى يقولك لا لا مش هضيع الفرصة دي مني. زي محمد. هتلاقي مثلا اه حمودي هتلاقي جاءة ميدو جابر. كل اللي هيبدأ المباراة دي. انا متأكد تفكير اللي هيبقى محمد. انهو انا مش هضيع الفرصة دي من ايدي. مباراة حلوة. ما فيش مشاكل. في فوز. في حالة كويسة موجودة. في حالة هدوء في الفرق الوقتي. لأ. الامور كلها كويسة. الا جانب الحاجة بقى الاحلى من كل ده. جماهيرك موجودة في المباراة. جماهيرك موجودة. دي اعتقد هد دافع كبير جدا للعيبة ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. طيب.